اشتركوا في القناة البعنين كتابها الجديد بعنوان باقة من التاريخ نعم عن هذا الكتاب والإضافة اللي يقدمها للمكتبة الإقطرية والعربية معنا السيد خالد بن محمد بن علي البعنين مؤلف الكتاب شاعر ومؤرخ مرحبا يا أبو محمد أهلا وسهلا بك يا مرحبا بك أبو محمد أحنا أبو محمد عندنا قبل ما بدحوارنا معك في تغرير يتكلم عن حفل تتشين هذا الكتاب باقة من التاريخ نشوف هذا تغرير راجع لكم صفحات من الماضي الإسلامي يقدمها المؤلف خالد محمد البعنين في باقة من التاريخ كتاب ازدادت به المكتبات العربية والإسلامية ويعرض تاريخ الخلفاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الدولة العباسية وزارة الثقافة والفنون والتراث احتفت بالإصدار الجديد في حفل أشرف عليه سعادة الوزير الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري بحضور نخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين تم تتشين هذا الكتاب في بيت الحكمة وبيت الحكمة له مغزاة في التاريخ العربي الإسلامي لأنه هو مؤشر إلى مجموعة من القيم التي تحترم الكتاب وتحترم الأديب وتحترم المثقف في تقدير أنه كتاب ممتاز جدا يعالج مرحلة من أهم المراحل في التاريخ هو قيام الدولة الإسلامية حتى نهاية الخلفاء العباسية بأسلوب جذاب وأيضا فيه الكثير من الصور ذات العلاقة بالحضارة العربية الإسلامية في هذه المرحلة وأيضا فيه الكثير من الحكايات والطرائف التي تجعل القراءة قراءة جميلة وأيضا جذاب مؤلف الكتاب قدم عرضا عن إصداره المتميز الذي يعد تحقيقا لديوان الشاعر العالم الشيخ ثاني بن منصور البعينين وذلك بمشاركة عالم المسكوكات الأستاذ إبراهيم جابر الجابر وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والله كانت الفكرة الله يسلمك أعطنيها للأستاذ خالد بن محمد البعينين اللي هو مؤلف الكتاب على أساس إدماج المسكوكات الإسلامية من خلال الكتاب لأنه تعتبر المسكوكات الإسلامية وثيقة من وثائق لأن الكتاب يحتوي على الجانب الأدبي والجانب التاريخي فإحنا حطنا الجانب الوثائقي اللي هي المسكوكات الإسلامية عساسي تكون بروز لكل خليفة من الخلفاء لأن العمل اللي سواء خاصة المسكوكات المسكوكات اقتصادية اجتماعية تعطيك وخاصة بعد المسكوكات الإسلامية تعتبر مادة إعلامية ويبقى الكتاب من أبرز المصنفات التي تقدم التاريخ في نمط شعري مدعم بصور نادرة كما يتميز بسلاسة الأسلوب ويحمل نكات واستطرادات شيقة شفنا معاكم مشاهدين الكرام هذا التقرير يتكلم عن حفل تتسين هذا الكتاب والرحب أيضا فيك مرة ثانية محمد محمد ألف هل مبروك وتستاهل منها الأعلى إن شاء الله وعقبال كتفك الجاي إن شاء الله يا رب بالبداية نحن نتكلم عن عنوان هذا الكتاب سبب اختياره ودلالته هذا الكتاب عنوانه باقي من التاريخ في تاريخ الخلفاء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نهاية الدولة العباسية اختار العنوان باقي من التاريخ الشاعر ثاني بن منصور البعنين وهو شاعر كتب التاريخ شعرا فكتب هذه المدة اللي هي تقريبا ستمائة وخمسين سنة كتبها شعرا في مائتين بيت من الشعر وسمها باقي من التاريخ فأنا شرحت هذه الأبيات وضعت المراجع لها قرأت كتب التاريخ وأرجعت كل كلمة إلى مرجعها وأشرت إلى معاني هذه الأبيات في كتب التاريخ بالمجلد رقم مجلد وصفحة شو أبو محمد هذا الكتاب وحينما أروض على الهوى يعني هذا تشرفت أنا بالإهداء صراحة هذا الكتاب من أبو محمد نعم هذا الكتاب وتشرفت صراحة بالإهداء منك يا أبو محمد الله يرحم عن ديت وهذا هو الكتاب باقي من التاريخ دلالات يعني الدلالات إذا نعرف إيش الدلالات التاريخ العملات والمسكوكات تاريخ نعم وذكر فيها اسم الخليفة واسم الدولة أحيانا وثيقة هي اللي في يدنا الآن نعم وثيقة نعم والسنة ومدينة الضرب وبعض العلامات حتى أنه كانت يعني أسلوب إعلامي صح كان بعض الحكام أو الولاة عشان يشهر شخص أو يقوي قائد عنده يكتب اسمه على العملة حجاج بن يوسف الثقافي لم يكن خليفة نعم ولكن ضرب اسمه على بعض المسكوكات نعم تعزيزا لشأنه في وقته وغيره من المعاني يعني فكان الكتاب هذا يتحدث عن التاريخ شعرا ثم شرحه التاريخ نسرا ثم التاريخ بالموثوقات بتوثيقه بالعملات والمسكوكات تطرقت في كل فرصة إلى نوع من أنواع الفن الإسلامي من المساجد القديمة من الفن الإسلامي في البناء في الزخرفة في الفوسيفساء في النقش على الحوائط يعني حوائط منقوشة من في قصور عباسية على سبيل المثال من 1200 سنة إلى الآن الحوائط قائم والنقش قائم نقش يعني جميل فيه حروف أو فيه أسماء وكذا فن الإسلامي في الخطوط فن الإسلامي في القباب قباب المساجد وقباب القصور من الفن الإسلامي في بناء القصور حاولت أني أجعل القارئ يقرأ الكتاب وكأنه يعيش العصر فتقرأ الكتاب وتشوف العملة مثلا تقرأ في حياة الصحابة رضي الله عنهم تشوف أملتهم وتشوف لباسهم وتشوف سيوفهم وتقرأ فشوي يطلع لك سيف فشوي يطلع لك كذا فتصير تحاول كأنك أنت تعيش الحقبة اللي هم عاشوها نعم تعيش أجواءهم نعم تدخل مثلا في فترة أموية وتدخل وتقرأ وتشوف بيوتهم وإذا تكلمنا على مثلا هارون رشيد اللي شفت القصر مالا وشفت مثلا العملة اللي في عهده يعيش هيك نفس الوقت وذكر كل خليفة كان ذكره ب أبيات شعر ثلاث أو أربع أو خمسة أبيات أهم أحداثه وبعد ذلك الشرح التفصيلي لهذه نعم يعني مثل ما ذكرت أنت محمد يمك هل أنت تكلمت عن أنت ذكرت أنه من حقبة من حياة الرسول والحقبة نعم هي باقة من التاريخ نعم هذه الباقة من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نهاية الدولة العباسية نعم 656 سنة 656 سنة أنت هل تكلامت على كل مثلا قائد أو كل خليفة كل خليفة نعم كل خليفة كل خليفة بالتفصيل نعم ومتى حكم ومتى استلم ومتى انتهى ومتى العملة اللي في عهده ومتى أهم الأحداث اللي في عهده وصور للعملة اللي في عهده وصور لبعض بعض الخليفة مثلا يأمل مساجد يأمل المصاحف اللي في عهدهم يأمل القصور البناء يعني في بعض المؤرخين وغيرك معلم أبو محمد يعني يتكلم عن مثلا الحقبة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا ويسرد تاريخ بدون تحديد يعني صارت السنة كذا والسنة الفلانية صار كذا وأهم الوقاع لكن سؤالي أنا أنت في الكتاب أو الميز الكتاب هذا مثلا عهد الرسول تكلمت عن عهد الرسول أبو بكر الصديق عمر الخطاب عثمان العفوان على البنائي طالب وبعدها بديت في الحكام الأمويين وبعدها وانتقال الدولة يمكن والفتنة أقول لك طريقة الكتب التاريخية القديمة يعني نسمع مثلا كتاب مثلا تاريخ الأمم الملوك بداية ونهاية من كثير تاريخ من طبري يعني بالأثير القدمة لهم أساليب من هم من يقول ودخلت سنة مائتين واحد للهجرة وفيها مات فلان وولد فلان وصار كذا ويتكلم عن السنة وأحداثها ثم ينتقل الدخول وهكذا هذا أسلوب هذا في البداية والنهاية وكامل لبن الكثير نعم وكثير من أغلب كتب التاريخ تتكلم بهذا هناك كتب متخصة بتاريخ الأمم والملوك وهي طريق أسلوب آخر أنك تتكلم مثلا يقول والله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل كذا وهذا عادة يكون إجمالي وهو يركز على الخليفة والأحداث التي عهده التي في عهده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول خليفة في المسلمين بدليل القرآن الكريم وأننا جعلناك في الأرض خليفة هناك دلة كثيرة أيضا على أن الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم كخليفة فشاهد أن احنا غسمنا الكتاب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم شرفا له فلا نستطيع أن نجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي خليفة آخر فشرفا له قسم خاص بالنقسم الأول بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين وهذا كل كتب التاريخ أيضا تضع لهم نفس التقسيم ثم الدولة الأموية فيها 12 خليفة ثم الدولة العباسية فيها 37 خليفة وقد قمت بعض الأعمال مثلا في نهاية الكلام على الخلفاء الراشدين تكلمت في فضلهم وعددهم وسينيهم وكذا فصل يعني لم يكن تكون في الشعر ولكن أنا أضفته وفي نهاية مثلا الدولة الأموية عملت رسم بياني يبين علاقة كل خليفة بالآخر الحاكم فلان ثم ابنه فلان ثم انتقلت إلى ابنه ونفس الشيء في الدولة الأموية ذكرت أهم أعمال كل دولة في نهايتها مثلا دولة الأموية تميزت في البناء تميزت في الدواوين تصور كان عندهم جرد ونظام إذا مثلا ديوان الجند قانون رقم كذا إذا مات الجندي في الحرب وهو يحارب يصرف الأحيالها القد وإذا مات في الطريج وليح ما وصل الحرب كان عندهم أنظمة نعم اختبت قوانين وأنظمة اختبتها الحاجة في ذاك الوقت نعم محمد أنت اخترت حقبة زمنية مليئة بالإنجازات ومليئة بالأحداث التي صارت في تلك الحقبة لكن دعنا نتكلم الآن عن الكتاب يحمل صور المغتنيات رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا الصحابة صور الفن الإسلامي كتابات إسلامية مغتنيات يعني نحن نتكلم عن أشياء عديدة وأيضا صعبة الوصول أنت كيف قدرت تجمع كلها الصور وكم المدة الزمنية اللي قدرت تتمع فيها كل هذه الصور أيضا أنك خلصتها الكتاب الكتاب صراحة أنا ابتليت فيه في 1998 يعني تقريبا من 15 أو 16 وكنت تقريبا كل سنتين أو ثلاثة سنين أطبع خمسين نسخة أو عشرين نسخة مجرد طبع التصوير عادية وأجلدها وأهديها للمهتمين وأخذ ملاحظاتهم ومنتقاداتهم وبعدها أشتغل عليها وأعدل وطلع عشان ما أبي أطلع الكتاب إلا بالشكل اللائق بتاريخنا الإسلامي وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة بالنسبة للصور الصور في وقت موقعات كانت جدا جدا صعبة تعرف لما أتكلم فيه في التسعينات كانت جدا صعبة يعني الآن تدخل أن تلقى كل الصور متوفرة وفي مواقع يعني تأخذ الصور بطريقة قانونية يعني تشترك اشتراك والصور موجودة هذه تبيحة يعني أنت اشتريت للصور فأصبحت متداولة يعني الفكرة أنك أنت تجمع كل هذه الصور في كتاب واحد وتختار يعني مثلا أنا لما أجي مثلا في السيوف السيوف مثلا فيه أكثر من تقريبا ثلاثة ثلاثة وثمانمائة سيف أنا اخترت منها مثلا أربع أو خمس سيوف يعني نفس الشي بعض المقتنيات الأخرى حاولت نوع يعني ما ركزت على شيء معين يعني تكلمت على المساجد مثلا حتى في المساجد أو البناء مثلا تكلمت على القديم ولكن أرشت على الحديث يعني كحث للدول الإسلامية أنها تقوم بعمل مثلا المساجد على النمط القديم يعني مثل فنار فنار على نمط المئذنة الملوية في العراق هذه المئذنة الملوية في العراق مبنية في سنة 300 وشوية تقريبا 360 إلى الآن نحن في الهجر 1400 وشوية يعني نتكلم على تقريبا 1100 سنة قائمة فجأت قطر وسوت فنار على نفس النمط وهكذا نحن نريد مساجد الآن لما تدخل مثلا بعض مساجد يعني الكبيرة في العمارة الإسلامية وضيف لها هويتك القطرية بعد فهنا يكون لها طابع طبعا تدخل مثلا جامعة حمل عدوهاب يعني أكيد أن تحس بشعور آخر طبعا بمحمد يعني الكتاب يعني فيه جوانب مثل ما ذكرت أنت أو تناول الجوانب التاريخية بسياق شعري هل أنت عندك أنه لما تكلم عن مثلا تاريخ أو حقبة تاريخية بسياق شعري حل هذا يعدي لوصول المعلومة للمتلقي أسرع إيش يدفعك للاختيار هذا الأسلوب الشيخ ثاني رحمة الله عليه عالم وكتب علمه شعرا فقط ما ورث علم كتاب نثري ثاني بمنصور وبعيني ثاني بمنصور وبعيني نعم والله نعم نعم فكتب الفقه الحنبلي في 8000 بيت كتب الفقه المالكي فقه الحنبلي كتب الفقه المالكي في 3000 بيت نعم كتب العقيدة في 330 بيت نعم وكتب التاريخ هذا في 200 بيت نعم أنا أيضا عندي ميول في تحويل العلوم نحن نشوف مضطع كلام كلام الخير بمحمد نحن نشوف نعم ثاني بن منصور البعينيين نعم اللي أنت ذكرت أنه نعم يعني ذكر كتب الحقب التاريخية أو تكلم عن حتى المذهب الحنبلي نعم فيه كم بيت الحنبلي منتهى الآثار فيه تقريبا 8000 بيت نعم والفقه المالكي فيه تقريبا 3000 بيت نشوف ولكن لنا الفقه فيه أبواب كثيرة طبعا أما بالنسبة للتاريخ يعني فعلا التاريخ فترة طويلة وكتبها في 200 بيت وأعطى كل خليفة ثلاث أربع بيات في أهم يعني أعطيك مثلا على سبيل المثال مثلا نختار يعني أنا ما حذرت أني أختار إيش بس على يعني هنا عندك مثلا الوليد بن عبد الملك حكم من سنة 86 إلى 96 عشر سنوات فهو كان يتكلم على أن الوليد بن عبد الملك كان بعد عبد الملك مروى فقال إيش كالوقام بعده ابنه الوليد رأيه فيما قد جرى سديد نعم طبعا الأولين شنون يحفظون الأبيات وشنون يتعال يعني مثلا نقل إلينا مثلا ألفية بن مالك أو نونية بن القيم أو كثير من العلوم تنقل إلينا بالشعر لأن الشعر هو اللي ينقل فكانوا يقولونها بطريقة يعني ملحنة عشان تحفظ فيقول مثلا وقام بعده ابنه الوليد رأيه فيما قد جرى سديد نعم عشرا من السنين دام ملكه واضحا نعم واضحا واثنان ثم أربعون عمره واثنان واربعين كان عمرها ثانين واربعين سنة لما توفى حكم عشر سنين فبعدين قال فكم فتوحات له عظيمة وكم برات له جزيمة هو قالها البيت وشغلني أنا نعم فكم فتوحات أنا عادت تقول والله الفتوحات إنه مختصر قال فأنت يعني مثل ما نقول كتبت بالتفصيل عن هذه الأبيات الشعرية اللي كانت الله يرحمها ثاني بن منصور البعينين جعل مثواه الجنة إن شاء الله يمكن أنا وانا قاعد أصفح الكتاب بالصج المأذنة الملتوية بس شاعر مخرجنا إذا تعطينا هذه المأذنة الملتوية نعم هذه الملتوية كم الملوية كم كم هاي عمرها تقريبا ألف ومئة سنة نعم يمكن عندنا نفس الطراز موجود في فنار نعم عندك مثلا نشوف فيه أشياء كثيرة يعني الفنون في الخارب يعني الكتاب يعني يقتنى صراحة ويستفاد منه نعم أبو محمد قبل ما نختم معك أنا عندي بس مجرد سؤال بسيط وسريع الكتاب بعد يومين إن شاء الله تغريبا راح يكون افتتاح معنا ذلك الكتاب هل سوف يكون تواجد الكتاب هنا بإذن الله بإذن الله الكتاب سيكون متواجد وأنا بأكون متواجد معنا بير الله يجيك الله يطيك تطعمر إن شاء الله ونشوف لك كتب جديد سيد محمد يعني شيق معك صراحة أنا عندي هدية للقناعة يعني إذا تكررت ولتوها مننا هذه الهدية الهدية هي عبارة عن عملة هذه قاعد نشوفها بيضى لواجدك اللي هي هذه العملة هذه العملة نعم نعم عملة قديمة ألف شكر لك وبالعكس أنت تواجدك هنا وتوفيق من وقتك لنا هذه أكبر هدية بيضى لواجدك سيد خالد بن محمد بن علي البعينين كاتب ومؤرخ أيضا شكرا لك وتواجدك تلبيتك دعوتنا وكل التوفيق لك إن شاء الله بهذا الكتاب الجميل الخمسة عشر سنة من كتابته يعني أعتقد أنك كتاب يستحق النشر وشكرا لك ويستحقك لك أيضا بيضى لواجدك ما قصر والشكرا على تواجدك كاتب ومؤرخ وشاعر ومؤرخ وأنا أتشرف بهذا الهداء شكرا جزيلا بيضى لواجدك نشاهد الكرام بنطلع فاصل بعدها بنتابع انطلاق اختبارات التقييم الثاني لمختلف المراحل التعليمية في الدولة خلكم معنا اشتركوا في القناة